ما هدف صورة البقرة وما أهم موضوعاتها هدف صورة البقرة أن تكون طقياً مسارعاً للخيرات وموضوعات عبارة عن ست موضوعات بست مراحل المرحلة الأولى تعليم للطقوة مباشر وده 29 آية المرحلة التانية تعليم بالطقوة غير مباشر وده 112 آية واخذ ثلاث نمازك قصة إبليس قصة بني إسرائيل قصة إبراهيم تعليم تطبيق هذا على النفس وده خمس تربع وتطبيق على الأسرة وده ربعين وتطبيق على المجتمع دول خمس تربع واختبار أخير الجزء الأول والتاني 29 ومية واثناشر دول عامل الجزء الأول التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عامل جزء ونص أقول هذا أستغفر لكم ما موضوعات ربع أفتت معهم أربع قصص من قصص عسيان بني إسرائيل القصة الأولى أن ربنا علمهم الطورة وأمرهم بحفظها عملوا إيه؟ عملوا أربع جرائم بعد عن الطورة فقصت قلوبه وبين حرفوا الطورة عشان يكسبوا فلوس والناس اللي أسلمت وعرفت تحريف قالوا لهم ما تقولوش لمحمد وآخر حاجة قالوا للناس أنتوا كده جاء في الجنة وطبق النتيجة ربنا قالوا لهم الويل في الدنيا وفي الأخ تاني قصة ربنا علمهم آيات النار عشان يخافوا منها استهانوا بيها وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة تانت قصة ربنا علمهم ثلاث مواثيق ميثاق العبادة وميثاق الدم والأس وميثاق الأنبياء التلاثة تم نقدهم لتعرضهم مع الفلوس وتعرضهم مع الرئاس آخر حاجة ربنا أدهم صفات النبي وأمرهم يؤمنوا بيه ما أملوش بيه وتحججه بخمس حاجة كاذبة واحد قالوا كتابك مش مفهوم اتنين قالوا أنت مش يهودي فربنا رد عليهم والتلاثة التانينا هناخدهم في الربع الجاي شرح الربع الخامس من سورة البقرة ربع أفا تطمعون أفا تطمعون فيها أربع قصص من قصص العصيان اللي عملها بني إسرائيل بعد انتهاء أنبيائهم وانقضاء عهد الأنبياء بعد عيسى الأنبياء كده خلصهم هم ست قصص أربعة في أفا تطمعون وحدة في إيد الولا قد جاءكم وحدة في ما ننسخ طب إلا أربعة واحد ربنا اديهم الطوراة وقال لهم حفظوا عليها فحرفوها ربنا علمهم آيات النار عشان يخافوا استهانوا بيها وقالوا لان تمسانا النار إلا أياما مع دودات ربنا اديهم ثلاث مواصيك خلفوها آخر قصة ربنا اديهم صفات النبي عشان يؤمنوا اخترعوا خمس حاجة عشان يجزوا بالنب سلم هنمسك أول واحدة أول واحدة اللي هي ربنا اديهم الطرع عشان يؤمنوا بيه عملوا أربع جرائب أول غريمة مفروض الطوراة دي موجودة عشان ترقى قلوبهم لم يمرروا الكتاب وأحكاموا على قلوبهم طب ايه النتيجة قصد قلوبهم قال تعالى ثم قصد قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قصوة طب ليه قلوبهم بيت اشد من الحجارة لان الحجارة لها ثلاث منافع أفيت حجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار اللي هي حجارة الجبال دي هي اللي بينزل منها البياء الغزيرة واللي بتوصل المية دي لحد عندك يبقى اول نفع للحجارة نفع بيوصل لحد عندك اللي هو ان الجبال بتغبط في السحاب وينزل المطر فالحجارة بتاعت الجبل دي بتنزل المية قال الله تعالى واجعلنا رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراد لان الماء العزب مايجيش مع هالحجارة دي اول فايدة الفايدة التانية للحجارة قال لحبتين وإن من الحجارة لما يتشققه فيخرجه منه الماء يعني تكون تحت مياه زيدة فتتشقق فيخرج منه يعني من الجبل الماء بس الحجارة دي بقيدة عن الجبل اللي هي العيون بس النفع دي لازم انت تروحه عشان تستفيد منه جيب جردل وتروح عشان ما يغلل الأولاني الأولاني يتفجر منه الأنهار وأنهار بالجيل النفع التالت بقى نفع لازم وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله ده نفع لازم للحجارة بنفسه قال تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى قوله والنجوم والجبال والشجر والدواب يبقى الجبال بتسجد لله يبقى قلوبهم بسبب أنها بعدت عن الطوراة أصبحت قاسية كالحجارة بس الحجارة أحسن من قلوبه لأن الحجارة بتنفعنا نفع بيجينا لحد البيت ونفع تاني بنروح له ونفع تاني لازم له لكن هم قلوبهم جامدة ليست فيها أي نفع طيب دي أول جريمة عملوها الجريمة التانية عملوا إيه حرفوا الطوراة عشان تناسب أهواءهم ويكسبهم ولها أفتطمعون أي منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعدمون يعني متعمدين التحريف إزاي خدنا بلي كده مرة كانوا أولا كافرين به وكفروا بالقرآن اللي هو منتفق مع كتابهم فارب حاجات يبقى كأنهم كذبوا كتابهم ومرة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا شالوا صفات النبي كلها عشان يحفظوا على سلطتهم ومرة تانية لبسوا الحق بالباطر بلا أنهم لا تلبسوا الحق بالباطر هم لبسوا الحق خدوا آيات الزنا وشالوا آية الرجل حطوا مكانها الجلد والدحم يبقى أولا حاجة بعدوا عن التوراة وفقصت قلوبهم تاني حاجة تحرفوا في التوراة عشان يحفظوا على المال والسلطة الجريمة التالتة بقى عشان يخفوا الجريمة الأولانية عملوا جريمة تالتة الجريمة التالتة أن كان فيه يهود أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم واليهود دول أسلموا عشان هم عارفين أن النبي مذكور في التوراة وهما أروا التوراة فألحقوا راحوا بسرعة لليهود اللي أسلموا دول وقالوا لهم أوعد بلغوا محمد أن صفاته عندنا في التوراة أصلي يروح يقولوا ربنا ده عرفوا صفاتي وأنكروا فربنا يحججنا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا اللي هم اليهود اللي عارفين اللي أمنوا عشان عارفين أن النبي محمد قالوا آمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا آمننا يعني صدقنا أن محمد نبي وهو المبشر في كتابنا يعني ما يقبلون لهم أحنا نتفهمين أنه هو ذا النبي إحنا نتفهمين آمنوا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤوس اليهود أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم أي المؤمنين يحجوكم بما فتح الله عليكم أي عرفكم في الطوراة من ناعة محمد يبقى ليحجوكم يعني يخاصموكم ليحجوكم به عند ربكم ويقوم عليكم الحق عند ربكم أفلا تعقلون أوعد بل لهم محمد أني سفطوا عمد ربنا بيرد عنهم اللومي هو ربنا منتظر أما محمد يقول له دون صفاتي عندهم لا ربنا عارف أنه في صفاته عندهم وربنا يعلم ويحسبكم أنتم ما أمنتوش بي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون دي الجريمة التالة يبقى عندنا تلات ربنا ادهم الطوراة وقال لهم حفظوا عليها عملوا مع الطوراة أربع جرائب أول جريمة لم يخشعوا مع الطوراة فخصت كلهم تالي جريمة راحوا حرفوا الطوراة عشان يحفظوا على سلطتهم وما يخلوش حد رئيس فشيلوا صفات النبي السلام وشيلوا أحكام عشان يراضوا الأغنية زي الرجل تالت جريمة راحوا للي أسلموا وعارفين قال لهم قوعد قول عشان المسلمين ما يمسكوش عنا قدام ربنا كأن ربنا مش عالف آخر حاجة بقى راحوا للعوامل اللي مش عارفين حاجة قالوا لهم قوعد تسيبوا دنا وتروحوا مع المسلمين زي الناس العلماء اللي راحوا زي عبدالله بن سلام ليه أنا أقول لكم حاجة كويسة أنت عند محمد احتمال تخش الجنة واحتمال تخش النار لكن لا أنت معانا أنت شعب الله المختار كده كده في الجنة مش هتخش النار قبدا ومنهم أميون يعني الناس جاهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني ما يعرفوش من الكتاب إلا الأماني اللي ألهى وكذب بيها الأحبار له وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى وقالوا لن ندخل لم تمثل النار إلا أياما معدودات الأكازين دي كلها فضلوا يمنوا بيهم العوام عشان ما فكروش روحوا في دين محمد أفلا يتعقلون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون يعني ظمن ما يعرفوش حيك هو خد الكلام من بقى الأحبار وخلص طيب كده الاربع جلائب خلصوا نخش بقى في النتيجة احنا اتفقنا الاربع عشر قصة من قصص اليهود واحدة إقامة حجة وستة حصلوا في عهد الأنبياء وستة بعد الأنبياء دي أول واحدة بعد الأنبياء الاربع عشر كان لازم بعد كل معصية ربنا يعقبهم أخواب شديد مفيش حاجة اسمها تسيب صلاة غير ما ربنا لازم يعقبك مفيش حاجة اسمها تنزل لوحدة غير ما ربنا لازم يعقبك مفيش حاجة اسمها تأخر على الناس غير ما ربنا لازم يعقبك مفيش حاجة اسمها تروح يجب عمر غير ما ربنا يديك ومفيش حاجة اسمها تتصم في الصلاة لما ربنا يسطرها معي لازم العقاب والسوى طب اعقبهم بقى فويل يعني شدة العزال في الدنيا وفي الاخرى فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا عاوز ما يكسب دينوية بيخفي ايات النبي عشان يفضل هو الرئيس مش النبي ويخفي ايات الرقم لان الاغنياء كانوا بيزنوا وهو مش عاوز يتعارك مع الاغنياء هم اللي بيتبعوا فلوس فويلوا لهم مما كتبت ايديهم وويلوا لهم مما يكسبوا طيب ليه حرفوا الكتب لان معاهم مقلدة بيقول لهم شيء الدليل سبب اللي اواهم على الزنب دوت انهم اتعاملوا مع ناس بيقول لهم شيء الدليل طيب كده خلصنا اول قصة فضلنا تلات قصص قصة التانية ربنا بيقول وقالوا لن تمثنا النار الا اياما معدودة هنا قال اياما معدودة وفي قال عمران قال اياما معدودات هنا معدودة ليه لان اليهود اللي راحوا يكلموا النبي قالوا له احنا ربنا اعلينا في الطوراء ان انتو مش هتخشوا النار الا الا الاربعين يوم اللي انتو سبتو هارون يتعارك مع الساملية وما نظرتوش هارون لان اللي العبد والعجل اتقتلوا اتقتلوا احنا بنتكمن على بقيد تلاتنشر قبيلة فما قال اياما معدودة يبقى عاوز جمع قصرة وجمع قصرة هو جمع التكسير فاختار معدودة طيب فقال عمران يهود تانين قالوا لا احنا في الطوراء عندنا ان العمر الحقيقية سبع تلاف سنة وانحنا نتعزم عن كل الف يوم يعني سبع ايام بس فما قالوا لم تمثنا النار الا سبع ايام فكان محتاجين حاجة جمع قلة اقل من عشرة جمع قلة الاقل من عشرة اللي هو جمع المؤنث السالم وقالوا لم تمثنا النار الا اياما معدودة يعني اربعين يوم اللي تركنا فيهم الناس تعبد عجل وراضينا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون عن الله ما لا تعلمون هو ربنا بعتلكوا عهد او كتاب قال ان انتوا مش هتخلون شنون اللي الاربعين يوم دول ولا انتوا بتقولوا كلام ما تعرفوش عن ربنا بلا بلا يعني كلامكم غلط الصح يبقى اللي جاي من كسب سيئة يعني من عمل شرك واحاطت به خطيئته يعني لو واحد عمل ذنب في استهطار في استكبر عن ربنا واحاطت به خطيئته يعني فضلت الخطيئة دي محوطة لحد ما دخل القبر يبقى لو عمل شرك وفضل الشرك ده معاه لحد ما دخل القبر ايجا ذاته اولئك اصحاب النار هم فيها خالدهم هم دول اصحاب النار فيش حاجة اسماء ربعين يوم يخش الجنة اللي هيعمل شرك فيكم ومش هيقمن بمحمد ده هيخش النار مش طرح منها مفيش حاجة اسماء ربعين يوم ويطلع والذين امانوا منكم وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدهم يبقى ربنا علمهم ايات النار استهانوا بيها وقالوا لان تمثال النار وعليهم ربنا رد عليهم ورد قوي جدا قال لهم مين اللي قال لكم انت تعالوا في النار ايام المعدودة مين اللي قال لكم الكلام ده اللي عيعمل شرك وعي يفضل معاه لحد ما يخش القبر فالراجل ده مخلط في النار ومش عينجة من النار الى اللي عاملوا الصالحات مفيش حاجة اسمها واحد صالح يتسجن 40 يوم عشان زنب ناس تانية كلام ده غلط هم حاجة من الاثنين يا كافر دخل النار يا ام صالح دخل الجنة مفيش حاجة في النص حاجة طيب قصة التالت بقى ان ربنا اخد منهم ثلاث موافق ميصاق العبادة وميصاق الدوم وМيصاق grabbing الانبياء تعظيم الانبياء طيب الميصاق الاولاني قالوا واذا اخذنا ميصاق وما قالش واذا اخذنا عهد بني اسرائيل لان الفلء ابن الميصاق والعهد ان الميصاق هو عهد مؤكد في التوراة لا تعبدون الا الله لا تعبدون الله ده خبر بمعنى ما زي قال الله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد يعني اياك تضر كاتب او تضر شهيد وده من الاساليب القوية جدا في الوراء العربية استخدام الجملة الخبرية وقصد الحاجة الانشائية وبالوالدين احسانا هنا الجملة دي فيها عدة مؤكدات اول مؤكد احسانا وما قالش برة ما قالش بالوالدين برة قال بالوالدين احسان طب ايه الفرق من الاحسان والبر الاحسان هي ان تقوم بالبر وانت تستحض النظر الله اليك الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى دي اول تأكيد بالتالي تأكيد انه قرن الاحسان اللي ينبي عبادته اللي يتعبدون الى الله بالوالدين احسان كأن الاحسان الولدين من اجال العبادة تالت حاجة قدم الجر والمجرور ما قالش احسانا بالوالدين قال بالوالدين احسانا وتقديم الجر والمجرور يدل على التخصيص والتأكيد ان الاحسان الوحيد المستحق للوحده هو تأبر الوالدين وذا القربة يبقى صلة الرحم ذا القربة ذا اللي هما الارايب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى وحسنا يعني من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنقر واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كده خلصنا العبادات كلها نحظوا العبادات كلها عز فلوس صلة الرحم عز فلوس زا القربة واليتامى والمساكين كل عز فلوس فالنتيجة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم عرضتم عن الوفاء إلا قليلا منكم زي أباءكم ما شاءوا نفس طريق الأباء الميثاق التاني اللي ربنا خدهم خد عليهم ميثاق الدم والأسر يحرم عليك تهدف دم مسلم ويحرم عليك تقسيه حرام عليك طيب إلا حصل إلا حصل إن الأوس كان لها قابلتين بني قريزة وبني النوضي دروح لفاء بينهم تجارات يامة وفلوسيان والخزرج بتاعت عبد الله بن وبعد سلول كان بينهم ببنقين قاع تحالف وكانوا دول بيشتروا منهم وبنهم فلوس وتحالفين فتيجي الأوس والخزرج يتخنقوا مع بعض فبنقين قاع تخاف إن الأوس تضرب الخزرج يبقى فلوسها راحت فتضم جيشها مع الخزرج عشان تضرب الأوس بانوا النظير وقريزة يخفر أفلسهم فيضم جيشهم يبقى القتال كله بن يهود قبانوا قينوا قاع في نحية والخزرج وبانوا النظير في نحية فيقتلوا بعض مع إن ده أصلا محرم عليهم قال تعالى وإذ أخذنا من ساقكم لا تسفكون دماءكم هم بيسفكون دماءهم بيقتلوا بعض عشان النصر خايفين على فلوسهم تضيع ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وبعد كده الخزرة كان بتتغلب فبيغضوا ناس قينقاع يكتفوهم ويخرجوهم من ديارهم ويحطوهم مع الأسر ده حرام وده حرام إنك تقتل بانوا قينقاع حرام وإنك تقسرهم وتكتفهم حرام ولا تخرجوا من دياركم ثم أقرارتم وأنتم تشادوا ده النصاق الأديم هم عملوا إيه بقى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا اللي هم بين قينقاع منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم يعني بتوقفين مع الأوسط الظهر وإن يأتوكم أسارة أما يلقوا من قينقاع في الأس تفادوهم يقولون لا 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 حرام الواحد يأسر واحد يهود تفادوهم ربنا بيقول بهم إيه بقى وهو محرم عليكم إخراجهم أنتم تكتفوهم وتطلعون من بيوتهم وتعطوهم في الأس ده أصلا حرام أفتؤمنون يا بعض الكتاب اللي هو حرمة الأس وتكفرون ببعض اللي هو بتاع الدم يعني تقتلوهم وتأسروهم وبعد كده تقولوا نفدوهم عشان حرام طب ما تقتلتهم مفروض ما قلتش طلعته أصلا محركتهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم ربنا عقبهم بالخزي والهواء دايما مزللين وتيجي الأوس بعد كده تقلب على النظير وقريزة وتتعالك معهم وتأسرهم ويتيجي الخزرك يتقلب على قل نقاع وتضربهم فكانوا دايما مغسيين في الحياة الدنيا طيب من اللي خزيهم بقى الخزي الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه عمزك بانو قينقاع وترده وقتل بانو كريزة ونفى بانو النظير وكل واحد شايل حمل الجمال بس وضرب وضرب عليهم الجزء أو ما راحوا هربوا في خيبر راح خيبر الناق قاتلهم وضرب عليهم الجزء ويوم القيامة داعقابهم بقى في الدنيا طب في الأخرة يردون إلى أشد العذاب لأنهم أتلوا مسلم أتل واحد دين وما الله بغافل عما تعمله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة عشان يحموا التجارة بتاعتهم أتلوا موحدين فلا تخففوا عنهم العذاب ولا هم ينصروا العذاب مش هيتخفف عنهم يعودوا ينادوا على حد ينصرهم ما حاجب ينصروا ونخش بقى في الميساق رقم 3 الميساق رقم 3 تعظيم الأنبياء جالهم في التوراة أمر لازم تعظموا كل الأنبياء قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة وقفينا من بعده بالرسل وقلنا لهم في التوراة إن على طول عيموت رسول عيجي بعدين رسول عشان يحيي التوراة دي يعني هم عارفين إن كل رسول قفينا يعني أتبعنا رسولا إسر رسول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيسى ابن مريم جلهم وجاب أعظم بينات إنه هو نبي من أنبياء بني إسرائيل كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرز وأيدناه يعني قوينا عيسى بروح القدس أي جبريل كان جبريل يؤيد سيدنا عيسى طيب السؤال طب ليه تسمى روح القدس جبريل روح لأن ربنا خلق روح والقدس يعني الطهارة يبقى روح الطهارة فبدل ما يقول جبريل قال روح الطهارة كأن جبريل ده أعظم الملائكة وأكثرهم طهارة زي ما يقول حاتم الجود ورجل الصدق فنجيب الرجل ونحطه جمع الصفة يبقى ده كده يتفيد شدة الصفة دي فيه طيب يبقى ربنا جالهم في الطهارة وقال لهم أنا عابعت رسل والرسل عيقفوا بعضهم وبعضه وجاء سيدنا عيسى من ضمن الرسل ده وأتى بأعظم الأدلة وأعظم المعجزين ومع ذلك ومع أنه عارفين ندر على الحق ودر الرسل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا استقبرتم أنفسكم فاستقبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا ناس اتقتلوا زي زكريا وناس كذبوا زي سيدنا عيسى فقتلوا زكريا ويحيا وكذبوا سيدنا عيسى وكل الأنبياء كده واستقبروا أن هم يتبعوهم عشان يحفظوا على السلطة ده العصيان رقم 3 العصيان الرابع أن ربنا علمهم صفات النبي وقال لهم وؤمنوا بيه ولكنهم رفضوا الإيمان بيه وتحججوا بخمس حجة كاذبة أول حجة قالوله كتابك مش مفهوم القرآن بتاعك ده مش مفهوم تاني حجة أنت مش يهودي تالت حجة قالوله ربنا أمرنا أن نحن نؤمن بالطورة فقط وما نؤمنش بأي كتابتين الحجة الرابعة قالوله أن ربنا قال لنا الجنة بتاعتكم الوحدهم لو أنتم يموتوا يهود وإحنا عاوزين نموت يهودش تبقى الجنة بتاعتنا الوحدين وآخر حاجة قالوله مين رسولك الجبريل قالوله ده عدونا لو قلت قلت ميكايل كنا أمننا بك دول خمس حجة كاذبة سدلوا يهود هنا في الربع عيرض على حجتين منهم والثلاثة التانيين في الربع الجاي طيب أول حجة إيه قالوله قرآنك مش مفهوم وقالوا قلوبنا غلف غلف يعني مغشاه ومش بتفهم منك حاجة وده يدل على إيه القرآن غلط لو كان صاحب قلنا فهمنا الكلام ده تقرر في القرآن زي إيه وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه طيب أقالوا قلوبنا غلف مش فهمين منك حاجة ربنا قال لهم بل يعني اللي حصل ده مش بمزاقكم مش انت اللي مش فهمين وما لإيه السبب السبب الحقيقي بل لعنهم الله بكفره ان ربنا جعل فيه سيتر بينك ومن القرآن بسبب القفل اللي عندك وان انت كفرت بالله تعالى الزنوب غطت قلبك كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقليلا ما يؤمنون الماهنة زائدة يعني قليل الما يؤمنون أي قليل جدا إيمانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم القرآن مصدق لما معهم الطورة طب القرآن بيصدق الطورة في ايه في اربع حاجة رقم واحد أصول الإيمان الست كل الكتب السماوية بالقرآن اتكلمت عن الإيمان بالله وملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والجنة والنار والقطع كلهم تاني حاجة القرآن بيتفع مع الطورة فيها قصص الأنبياء جميع قصص الأنبياء واحدة في كل الكتب تالت حاجة أصول الشرائع كل الشرائع كلها جد الصلاة والزكاة والحج ولكن اختلفت في التفاصيل آخر حاجة كميع كتب السماوية جد صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يعني القرآن مصدق الطورة وكانوا من قبله يعني لما العرب كانوا يقلبوا عليهم ويهزموهم ويحبسوهم كانوا يطلعوا على الصور يستفتحون على الذين كفروا يعني يرفع دي كده يا رب نزل النبي عشان نهزم العرب دول يا رب احنا مستنيني النبي عشان كانوا بيطلب من ربنا ان ربنا يلزقهم بمحمد عشان محمد يفتح بلاد العرب وهم ينتصروا معهم فلما جاءهم يستفتحون على الذين كفروا يعني يطلبون من الله النصر على المشركين بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم طيب فلما جاءهم ما عرفوا من الحق اللي هو النبي بدل ما يؤمنوا بيه رفضوا ليه امتنوا عن الإيمان حسدا ان ازاي واحد عربي يؤمن نؤمن بيه وازاي يمسك هو السلطة طيب ايه الدليل ان هما كانوا عرفين النبي قصة عبد الله ابن سلام قال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه لرسول الله وإنه جاء بحق ورواها البخاري في الهجرة وروا أيضا لما بلغاه مقدم النبي عبد الله بن سلام اللي هو رئيس بنو قينقاع والراجل ده بعد مسب بنو قينقاع بنو قينقاع ذو كان أكبر قبيلة ما كانوش ما عرفوش اجتموا على الراجل كان قوي جدا فقال إني سائلك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي وسائلوا على الثلاثة فلما أجباه عنها قال أشهدوا إنك رسول الله فإيه فلعنة الله على الكفرين لما جاءهم معرفوا كفروا به والنتيجة لعنة الله على الكفرين يبقى الحجة من أولى بيقولوا والله إحنا كلبنا غرفهم مش فاهمين ربنا قال لهم لا مش إنتهم مش فاهمين لأ أنتم عملتوا كفر فالكفر هطأ لكم طب إيه كفر اللي إحنا عملناه إن ربنا بلغكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وإنتوا كنتوا بتفتحوا على الذين كفروا وتدعوا ربنا إن ربنا بعت لكم محمد عشان يفتح بلاد العرب وكنتوا عارفين ولما جاء ما عرفوا كفرتوا به فالكفر ده غطأ لبكو خلاكم مش قادرين تفهموا الكورية هو ده سبب أنتم مش فاهمين الكورية ولو بطلت معاصي وبطلت غفر هتفهموا الكورية دي الكتبة الأولى وده رب عليها الكتبة التأخيرة بقى في الربع هنا وبقى ثلاثة عن أخذهم في الربع ولقد جاءهم قالوا له أنت مش يهود والنبي لازم يبقى يهود وفي النبي يبقى أبن العرب قال الله تعالى بإسما اشتروا به أنفسهم بإسما اشتروا يعني باعوا اشتروا به أنفسهم باعوا نفسهم باعوا أنفسهم يعني باعوا سواب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عندهم حلين دلوقت هم عندهم احتمالين يعني ما يتبعوا النبي وساعتها يفقدوا الرئاسة بس ياخدوا سواب اتباع النبي عمل الفرض اللي عليهم وممكن حاجة ما يتبعوش النبي ويحافظوا على رئاستهم بس يعياخدوا معصية ما هو عاصل النبي ويبقوا عملوا كفر هم باعوا ما باعوا الحسنات اشتروا بيه أنفسهم باعوا حسنات أنفسهم عشان الرئاس وعشان كمان بغيا حسدا بغيا يعني حسدا أن ينزل الله من فضله بس ما اشتروا بيه أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني حسدا ده مفعول له أن ينزل الله من فضله على من يشاء ينزل إيه ربنا الوحي على من يشاء من عبادي هم يقولوا لأ لازم يبقى يهود ما ينزلش على من يشاء لازم يبقى يهود فباقوا فرجعوا بغضب من الله اللي يقول لربنا لازم تعمل كذا يبقوا بغضب من الله على طول على طول يبقى كافر لما فرضوا على ربنا وقالوا لازم يبقى يهودي فباقوا بغضب من الله على غضب اللي استحقوا لما ضيعوا طوراة وعيسا يعني اضافوا غضب جديد بالكفر المحمد على الغضب بتاع تحريف الطوراة والكفر بالأنبياء وعيسا وللكافرين عذاب مهين للكافرين عذاب مهين يعني زو إهانا يبقى الحجة التانية بيقول والله انت مش يهودي فربنا قال لهم لأ انتوا عارفين ان ده نبي بس انتوا بعتوا سواب اتباع النبي دوت واشتريتوا الحسد اللي في قلوبكم والسلطة بتاعتكم وعاوزين ربنا يعمل اللي انت عاوزين والعقوبة بتاعتكم ان انتوا خدتوا غضب جديد فوق الغضب اللي انت عملتوا قدي يبقى ربنا قال لهم ربنا انتوا تحسدوا العرب ان ربنا نزل عن يوم واحد وضيعتوا الأجر عشان الحسد اللي في قلبك ضيعت نفسك عشان الحسد اللي في قلبك طب النتيجة فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب من لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب اتقان تفسير سورة البقرة فانه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة ابحث في اليوتيوب عن مدرسة احمد حسني